كما تنضم إلينا من بيروت مادونا مطر رئيسة جمعية الأمراض الجرثومية والوبائية سيدة مادونا يعني اليوم فقط ظهرت حالات لكورونا في ثلاث دول جديدة السعودية تونس والأردن رغم أن العالم كله يحترز لهذا المرض يحترز لهذا الفيروس يحاول أن يضيق عليه الخناق ألا توجد سبيل حتى الآن لكي يتم محاصرة تلك الفيروس هذا الفيروس عامل وباء بكل العالم يعني هلأ عم يوصل على هالبلدين أهم شيء هالبلدين بالطيران وبالتنقل عم ينتقل يعني كل هالناس اللي كانوا بالصين أول شيء يبلش بالصين وبعدين انتشر بالعالم أكتر شيء هالإشياء بتحير فيا الطيران لأنه الناس اللي بيكونوا ببلدين فيا وباء عم بتظهر من هالبلدين ويجوا على بلدين تانية وبهذا الطريقة عم ينتشر يعني ما فينا واحد يوقف خيران بكل العالم لكن المطارات كذلك أخذت إجراءات هي كذلك يعني نرى كل الصور التي تأتينا من كل مطارات العالم تقريبا كمية لا بأس بها من الأدوات الطبية التي تطهر بها المفترض أي تم تطهير بها حتى الأجواء داخل الطائرة وحتى بعض الركاب في بعض المطارات يتم رشهم جسديا قبل أن يخرجوا إلى صالة المطار مثلا مظبوط لو أخذوا الإجراءات اللازمة بس طالما في ناس عم تنقل فيكون الفيروس بالإنكوباشن بيريد يعني بيكون لقت الفيروس ببلد بينقلوا على بلد تاني وهو قاطع بالمطار ما بيكون بعد عنده عوارد وقتا يرجع من السفر بعد كم يوم ببينه العوارد الإنكوباشن بيريد هي فيها تكون بين يومين لأربعة عشر يوم يعني لازم ناخد إجراءات على المطار في لبنان لو أخذنا لبنان كنموذج سيدة مادونا يعني كيف الحال كيف يتم أخذ الاحتياطات الواجبة لتفادي تفاشي كورونا مثلا أهم شيء التوعية يعني كل الشعب وإنما كان نحنا كجمعية عم نروح على كل الضياع على كل المنسباليتيز على كل شيء نقدر نعمل توعية للشعب لا يعرفوا كيف بدون ينتبهوا كشوهوا الفيروس وما يخافوا إنه رعب رعب أهم شيء التوعية والطرق إنه غسيل الإيدان مهم كتير غسيل الإيدان مش بس واحد يلبس ماسك ويمشي اللي بيلبسوا ماسك بس اللي صاخنين عندهم المرض واللي نحنا اللي بدون يهتموا بناس ممكن يكونوا عندهم المرض بس هول اللي لازم يلبسوا ماسك وأهم شيء غسيل الإيدان وننتبه كل واحد في ساسبيشن يكون عنده مرض بدون يبقى بعيد يبقى ببيته ما يختلط مع العالم غير طريقة ووزارة الصحة كتير عم تشتغل ومع كل الوزارات وبالمطار كمان قد ما فيهم عم يعملوا جهد بس عطول بضل في نتفي في ناس بدأ ترجع تفوت على البلد كانت مسافرة على بلدين وهن لبنانيين مجبورين يرجعوا يفوتوا على البلد بس أهم شيء نعطيهم الإرش ديت شو لازم يعملوا وقتا يرجعوا من بلدين فيها وباء يبقوا ببيتهم ع 14 يوم وإذا حسوا عوارد دغري يعطوا خبر ونعمل تاستينج سيدة مدون مطر رئيسة جمعية الأمراض الجرثومية والوبائية كنت معنا من بيروت فشكرا لك